موسيقى عزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحديات عظيمة تواجه الشعب السوري لعل أهم هذه التحديات هو التحدي العسكري المتمثل في إسقاط النظام لكن هناك تحديا لا يقول أهمية أن هذا التحدي هو التحدي الحضاري حيث أن هذا النظام يقوم عبر سياسة ممنهجة بتدمير كافة مؤسسات الشعب السوري والدولة السورية يدمر الوزارات يدمر الجامعات يدمر المدارس حدث عظيم حدث في أوائل الشهر الثاني عشر من عام 2015 الحالي هو إطلاق جامعة حلب في المناطق المحررة يصرنا للضاءة حول هذا الحدث المهم أن نلتقي بعضوي لجنة إحداث وتشغيل جامعة حلب في المناطق المحررة الدكتور جلال الدين خاندي وهو عضو الاتلاف ورئيس اللجنة المجرفة على وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة وعضو لجنة إحداث وتشغيل وإدارة جامعة حلب في المناطق المحررة وأيضا الدكتور زكريا ظلام وهو أحد الكوادر التدريسية في جامعة حمص جامعة البعث المعروفة ومعتقد سابق لدى النظام أثناء الثورة ورحب فيكم ضيوفي العزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور جلال سأبدأ من عندك ما هي الحيسيات التي أوجبت إعداث أو إطلاق جامعة حلب في المناطق المحررة الأسباب الموجبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السيد المجاهدين وعلى آله الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج لمعتقلين والنصر لثورتنا المباركة إن شاء الله اللهم آمين بعد هذه المقدمة أخي الكريم جمعت حلب في المناطق المحررة حلم قديم راودنا منذ عدة سنوات مع بداية ظهور المناطق المحررة في ثورتنا المباركة تعرفون عدد من المحافظات تحرّت فيها أجزاء واسعة في الوسط وفي الجنوب وفي الشمال بدأ الطلاب يغادرون المدارس أولا ثم يرتدونها مرة ثانية بمساعي شعبية فطرية يسهم فيها عامة المدرسين الذين التحقوا بالمناطق المحررة بدأت العملية التدريسية في المراحل الأولى انصرف طلابنا الكبار طلاب الجامعات لسد الثغرات على الجبهات ولسد الحاجات في المستشفيات الميدانية وفي المجالس المحلية بعد مروري فترة من الزمان لاحظنا أنه لا بد من استكمال العمل التعليمي في المراحل الأولى بتعليم جامعيا عال هذا الأمر بدأناه بالمعاهد المتوسطة نشأت في مناطقنا المحررة أكثر من معهد ينفو عددها على الخمسة عشر معهد تقريبا موزع على كل المحافظات المحررة سواء كان في دمشق في درعا في حمص في حلب في إدلب بدأت هذه المعاهد خرجت أعداد من الكوادر التدريسية ووصلني إلى النقطة الحاسمة وهي العناية بالطلاب في المرحلة الجامعية في مرحلة التعليم العالي الفكرة بدأت كما قلت منذ السنتين تقريبا كانت محاولات جادة لإفتتاح بعض كليات الجامعة في المناطق المحررة كانت تمويدي ضعيفة كما هو معروف الحكومة المؤقتة لم يكن لها التمويدي يسمح لها بإنشاء هذه الجامعة كان هناك مشروع مدروس في الوزارة لكنه لم يلقى النور لأن التمويدي كان ضعيفا ولا يسمح بانطلاقة هذه الكليات هذا العام في 2015 جاء شيء من التمويه من رجال العمال السوريين في بلدان العالم المختلفة إدراكا منهم بأهمية التعليم الجامعي وإدراكا منهم باستكمال الحلقة الأخيرة بعد التعليم الابتدائي والثانوي والمتوسط في المعاهد المتوسطة أدركوا بأنه لا بد من استكمال الحلقات بالتعليم الجامعي جاء التمويه في منتصف تقريبا أو في أواخر العام 2015 نفرت وزارة التربية والتعليم بوزيرها المقدام الذي رافقنا هنا في الجولات الأولى في المناطق المحررة لإفتتاح هذه الكليات في المناطق المحررة هذا الافتتاح سبقه أنماط من البواعس والدواعي أولها هو وجود طلاب متخرجين حاملي السانوي العامة من الحكومة المؤقتة عندي ثلاث سنوات سنة 2013 لأول مرة نجري فيها السانوية العامة فحوصه السانوي العامة في المناطق المحررة كان عندي حوالي 14-15 ألف طالب أخذ منهم السانوي وحدود 8 ألاف طالب موجودون في المناطق المحررة هذا لهم طلبات واضحة بأن يستمر تعليمهم بعد حصولهم على السانوية العامة في العام 2014 كذلك الحال كررت الوزارة مشكورة بالقيام بالامتحانات للسانوية العامة فبعد ثلاث سنوات من السانوية العامة أصبح لدي حوالي 10 ألاف طالب موجودين في الداخل السوري بعد أن غادر منهم من غادر باتجاه بلدان المنافي وبعد أن استشهد منهم من استشهد على الجبهات بقي هؤلاء العشاء اللي يطالبوننا بمتابعة التعليم العالي هذه نقطة أولى النقطة الثانية من جملة البوعث التي دعتنا للتفكير في التعليم العالي في المناطق المحررة هم الشباب الذين انقطعوا عن التعليم من خلال التحاقهم بمؤسسات ثورة مختلفة عندي حوالي 50 أو 70 ألف طالب في المناطق الشمالية على أقل تقدير ممن كانوا في جامعة حلب أو في الجامعات السورية في العام الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس تركوا جامعاتهم هربا من النظام والتحاقا بالمؤسسات الثورية لخدمتها هؤلاء أيضا بدأوا يطالبوننا بعد أن مرت ثورة بمراحة متقدمة بدأوا يطالبوننا بحقهم في متابعة الدراسة كانت في الفكرة أن ننطلق بإدارة جامعة حلب في المناطق المحررة في السنة الأولى وإن شاء الله نستدرك السنوات اللاحقة للمقطعين في العوام القادمة إذا كانت عدادهم كافية لهذا الانطلاق المهم في موضوع الجامعة الجانب التمويذي ذكرناه بأنه أخواننا اللي باركين السوريين من رجال العمال مولوا جزءا كبيرا من هذه الكليات النقطة الثانية المهمة الطلاب موجودون كانت العقبة الثالثة هي عقبة الكوادر أغلب كوادرنا في مختلف كلياتنا الكوادر التدريسية غادرت البلاد وذهبت باتجاه إما تركيا أو في بلدان المنافي بقي منهم نظر نسير فكان لابد من البحث عنهم لكي يقودوا العملية التدريسية في الداخل ليس منطقيا نياتي الإنسان من السويد حتى يدرس في سوريا تحت مظاهر القصف المتكرر في كل يوم وبالتالي كان اعتمادنا الأساسي على كوادر إما موجودة في تركيا وهي تائقة للعودة لبلدها لكي تخدم طلاب أو كوادر موجودة في الداخل السوري فمن هذا الباب كانت محاولتنا الأولى هو رصد وسبر الكوادر التعليمية الموجودة في الداخل السوري في مختلف الكليات حتى على أساسها نفتتح كليات مناسبة لوجود الطلاب الراغبين أو لوجود الكوادر التدريسية المتوفرة إذن هكذا نشأت الجامعة كوادر تدريسية موجودة إما مشقة أو مسرحة أو مغادرة لجامعات النظام في المناطق المحتلة إلى المناطق المحررة طلاب موجودون يحملون السانوي العامة أو مقطعون يحتاجون منطبعات الدراسة وتموير موجود هذه السلاسية هي التي قادتنا للتفكير جديا بتشكيل اللجنة العليا لإدارة وتشغيل جامعة حلب والذي أتشرف أنا والدكتور زكريا بأن نكون عضاء فيها لخدمة بلدنا وطلابنا وثورتنا نعم دكتور شكرا لك سأنتقل لدكتور زكريا دكتور زكريا مشروع إحداث جامعة حلب أو إطلاق جامعة حلب في المناطق المحررة أين يقع في إطار مشروع الثورة السورية العظيمة؟ يعني هناك مشروع لدى نظام لتجهيل أجيالنا في الوقت الذي يدرس فيه طلابه في أماكنه وجامعاته مفتوحة ومعاهده وبكل أسف يلقى اعترافا دوليا هل يقع مشروع إطلاق جامعة حلب في المناطق المحررة كمشروع مقاومة حقيقي من السور لمواجهة هذا المشروع؟ هذا أولا أيضا هل هذا المشروع يقع في إطار مواجهة مواجهة الهجرة التي بدأ يفكر فيها الشباب السوري؟ في سبيل تمكين الشباب في الأراضي السورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم تماما أخي الكريم لقد أصبت بسؤاليك حاول النظام ملاحقة جميع الطلاب الذين شاركوا بالثورة السورية وحاول ذجهم في السجون وحاول تصفية بعضهم لذلك اضطر عدد كبير منهم إلى المغادرة وأنت من الكوادر الذين زجوا في السجن؟ تماما وأنا زجوني في السجن فقط لأني معارض قديم ولأني لا أخضع لهم كنت أقف دائما لهم بالمرصاد في كل تجاوزات علمية يقومون بها إن كانوا بالأبحاث أو الكتب فاستلوا سيف طائفيتهم ليذبحون به لأنهم على علم أنني قريب من السورة السورية ولأنني كنت رئيس نقطة هلال أحمر في حي الوعر فكانوا يتهمونني أنني أقدم الدواء والطعام لأبناء الإرهابيين فهم بنظرهم كل من لا يخضع لهم هو إرهابي وهذه رسالة أوجهها لكافة أبناء الشعب السوري كل من لا يخضع لإرادتهم لا يعيش ذليلا تحت أقدامهم فهو إرهابي وسؤال لقد أصبت في السؤال لماذا أنا اعتقلت؟ سألت هذا السؤال لمدير السجن في أمن الدولة كان جوابه ما من منكم إلا واردها سألته من نحن؟ من نحن؟ قال أنتم السنة وشاهدون على ذلك أكثر من مئة السجين كانوا معي بالزنزانة عندما لفظها هذا هو النظام وهذه هي سياسته ولهذا يعتقل الشباب وأنت دكتور في جامعة البعث منذ حوالي أكثر من عشرين عاما أنا دكتور في جامعة البعث خمسة وثلاثين عام أكثر من نصف الدكاترة الموجودين في كليات العلوم والهندسة هم طلابي الدكاترة هم طلابي ورغم ذلك ساقوني إلى السجن واعتقلوني واتهموني بالطائفية التي يمارسوها هم على أبناء الشعب من طلاب وأساتذة ومواطنين دكتور سكرية عودة إلى سؤالي جوابك على سؤالي هل يعني يقع مشروع إطلاق جامعة الحالة في المناطق المحررة في إطار مواجهة هذه السياسة اعتقال وتهجير الكوادر التعليمية الجامعية حتى الأساتذة في المراحل السنوية والاعتادية والأساسية الابتدائية هل يقع في إطار أيضا تمكين وتوطين شبابنا ومنعهم وتوفير السبل لهم على كي لا يهاجر؟ سأشرح لك نسب تقريبية لعدد الطلاب الموجودين في كلية العلوم التي كنت أنا قائما على التدريس فيها لم يبقى في كلية العلوم من الطلاب وأضع بين قوسين المعارضين للنظام السنة أكثر من 10% من عدد الطلاب الذين كانوا قبل السورة والبقية الباقية اضطروا إلى الخروج إلى المناطق المحررة أو إلى الهجرة من أجل الحفاظ على حياتهم لأنهم كانوا كلهم مهددون عندما كانوا يعتقل طالب فمنهم أصدقائه يعتقلون لذلك بدأ الطلاب يتسربون من الجامعات هو أراد بذلك أن يحارب المعارضة بالتعليم فانتشر الطلاب إن كان في الخارج أو كان في الداخل المحرر وهم يزدادون جهلا يوما بعد يوم لذلك جاءت فكرة إنشاء جامعة حلب أو إطلاق جامعة حلب التي هي أصلا يجب أن تكون جامعة لسوريا الحرة وليس جامعة لأجلسة الأمن والمخابرات انطلقت من أجل أن تضم أبنائها وتعطيهم العلم حتى يستطيعوا بناء وطنهم سوريا شكرا دكتور دكتور جلال سأعود إليك يعني هناك من يقول أن هذه الحرب في سوريا التي تجري الآن هي حرب حضارية في كافة المستويات ومنها الحرب التقنية العسكرية هناك من يقول أن مشروع إطلاق جامعة حلب المناطق المحررة هو مشروع يعيش في الهواء يعني يتساءلون كيف يمكن أن نوفر الأمن لمقارات الجامعة لكلياتها ومعاهدها كيف يمكن أن نطمئن طلابنا وأبنائنا على أنهم يستطيعون أن يدرسوا في هذه المقارات بدون خوف كيف ترد على ذلك؟ أخي الكريم السورة في النتيجة لها تجليات وتمظهرات مختلفة لها جانب عسكري يسده الثوار والمجاهدون ولها جانب خدمي يسده المجالس المحلية والنقاط الطبية وما شاء ذلك ولها وجه تعليمي وهو استمرار التعليم وتهيئة الكوادر اللازمة لخدمة بلدنا بلدنا محتل في النتيجة والذي تحرر منه هناك ملايين الناس يحتاجون لتقديم الخدمات تخلى عنهم النظام تقوضت مؤسساته فلابد من قيادة هذه المؤسسات في المناطق المحررة وبالتالي جزء مما يستطيع المجاهد وما يطلبه المجاهد وأن يكون رديفا له إنسان يقدم الخدمات والتعليم هو ممن يقدم الخدمات في النتيجة التعليم هو ما يسمحه للكوادر بأن تتدرب وأن تكون مؤهلة لتقديم الخدمات للناس فمن هذا الباب الثورة في كل جوانديها مطلوبة ولا تقوم إلا على أجنحة مختلفة لا يقودها المجاهدون فقط ولا يقودها الأطباء فقط ولا يقودها صباح الناس فقط يقودها كل هذه التشكيلة من المسلمين وبالتالي نقول نحن مؤسسات الثورة متباينة بداية من الفصائل العسكرية ونهاية بأسر أسرة موجودة صامدة في الداخل السوري هي مؤسسة مؤسسات الثورة والله عندما نسمع كلام بعض إخواننا الموجودين في الداخل في حفزهم لأبنائهم في الجبهات أعتبر هذه مؤسسة الأم التي تدفع هذا الشاب لكي يضع حياته في خدمة هذه الثورة فمن هذا الباب التعليم كما قلت من جملة المهمات وخاصة أن ثورتنا طالت وتعقدت ظروفها وتداركت فيها القوى الإقليمية والدولية وبالتالي التجهيل لو كانت الثورة في مدة وجيزة كان مقبولا أو كان متسامحا التعطيل الجامعات أما بعد أن طالت الثورة وبلغت عامها الخامس ولا ندري أفق هذه الثورة ومتى سيكتب الله لنا النصر فلابد من العناية بالجوان التي ما بقول أهملناها وإنما تركناها جانبا حتى حين وقتها والآن حان الوقت لأن نسترد تكوين الكوادر اللازمة فمن هذا الباب هذا المشروع مشروع جامعة حلب في المناطق المحررة ما بقول أتى في وقته وإنما أتى متأخرا عن وقته قليلا قد يكون سنة أو سنتين لكن هذا هو جهدنا وإمكاننا بالأساسي كيف ترد على من يقول بأنكم تجمعون أبنائنا لكي يقصفهم من نظام يقتلهم الموضوع الأمني بالتمعديد الموضوع الأمني يا أخي الكريم نحن جرينا بعض ما يسمى الإجراءات والإحتياطات اللازمة لتأمين الأمن مثلا الجامعة الأصطوفية تكون مجمعة في مكان واحد وكلياتها مترابطة فنحن لجأنا إلى تقسيم الكليات وتوزيعها في أماكن مختلفة أماكن أكثر أمنا أقل قصفا هذا كنا نفكر فيه قبل ما يسمى عدة أشهر الآن مع القصف الروسي الذي ينتظم في التوزع على سوريا كاملة يعني كان النظام يختار بعض المناطق ويهمل بعض المناطق الآن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواها القصف الروسي لا يغادر منطقة إلا ويقصفها في النتيجة وبالتالي صارت الأماكن كلها متساوية في الأمن الآن السؤال هل حرصنا على أبنائنا يستطيع أن نتركهم في المنازل لكي يقتلوا تحت القصف والهدم أم ندعوهم في مؤسسات يتعلمون ويحتملون القصف وسواء المثال البسيط أذكره لك يا أخي الكريم نحن المستشفيات بنيناها واستخدمناها ومورس العمل فيها وتقصف ومع ذلك تقصف المستشفى اليوم فيلجأ إيش لأمكانة ثانية لإنشاء المستشفيات موازية إذن بالتالي أولا وزعنا الجامعة على كليات متفاوتة في مناطق مختلفة وحاليا جامعتنا أو كلياتنا موزعة على الدانة على دارة عزة على بشقاتين التي نحن فيها حاليا وإلى حلب النقطة الثانية حاولنا نختار أمكينة آمنة بقدر الإمكان إما أقبية وإما مناطق أو غرف فوقها عدة طبقات أو عدة ما يسمى الطوابق بحيث لو قصفها المجرم أو المجرمون لأنه لم يكن لم يعد مجرمين واحدا أنه هو بشار الأسد أصبح مجرمون الحمد لله لذين يقصفوننا يعني يكون الأمر أكثر أمنا النقطة الثالثة أما ما نحاول إيش نخفف العدد الموجود في الشعب الواحدة حتى فيما لو سمع الله لو صار القصف يعني ما يتأسر عدد كبير من طلابنا النقطة الأخيرة التي أذكرها بأنه في النتيجة نحن نتعلم من طلابنا أخي علمونا ولو كان ثمن التعليم احتمال قصف قليل وبتالي هذا ما تجاوزناه وأصلا حوارنا أو مو حوارنا في صالنا مع النظام هو يريد أن يهجرنا من مناطقنا المحررة لكي يثبت أننا لا نستطيع أن نقود المناطق المحررة لا على مستوى التعليم ولا على مستوى الخدمات ولا على مستوى المستشفيات هو يريد أن يؤكد ذلك هو الذي يقود ونحن فاشيون في القيادة هذا الذي يريده ونحن إن شاء الله صامدون بأبنائنا وآباء أبنائنا والله يا أخي آباء الأبناء هم الذين يدفعونهم للتعلم صحيح عندما يأتي القصف يحرصون على أن يكونوا في البيت لكن البيت ليس أكثر أمنا من المدرسة وبتهي لنقطة تجاوزناها ونحن نستمد العون من الله عز وجل أولا ومن همة فعلا الحاضناتنا الشعبية الحاضنية الشعبية أقول هذا الكلام لمن يعيش في المنافي وفي البلدان المجابرة والذي يدعو الله عز وجل أن يخفف عنا نقول له ادعو بأن يخفف عنا لكن ادعو أيضا بأن يثبتك ويعيدك لكي تبقى معنا داعيا في الداخل وليس داعيا في الخارج دكتور فهمت منك يعني كلاما مهما أن المخاوف الأمنية لا يجوز أن تدعونا لأن نركون للأس وأن لا نجرب وأن لا نعمل على تكوين مشروع حضاري نحن أصحابه الأصليين وليس النظام طبعا هذه الأخرى أخي موجودة في سورتنا وموجودة في كل سورات العالم التي كانت وطال أمدها بدأتا بفيتنام ومرورا على اليمن وكل هذه البلدان التي طالت فيها السورات استعاد فيها الناس كل ما يسمى دواعي النشاط الاجتماعي عن تعليم وتجاري لأن تذهب إلى أي منطقة في مناطقنا المحررة ترى فيها الحياة عندما يخف القصف الحياة فيها بدأت وعادت عندي زراعة عندي تجارة عندي بعض الصناعات محاكم وأساسات محاكم وأساسات مستشفيات تعليم فالحياة قائمة لكن إيش في حدها الأدنى ولذلك نحن نطالب بما يسمى المنطقة الآمنة أو بتخفيف أو بتزويدة بالأسلحة النوعية حتى نخفف عن القصف يا أقول لك أخي كريمتين لو خف القصف علينا لسقط النظام في اليوم التالي سوف ترى المناطق المحررة تعجوا حيوية السوريون يعني يذهبون بالألباب عندما يتصرفون الآن في تركيا المهجرين إلى تركيا حركوا ما يسمى التجارة التركية والصناع التركية إلى حد عجيب جدا حتى من غادر إلى بعض البلدان البعيدة السوري حيث موجد ترى شوالة نشاط شوالة حيوية شوالة حضور فتلك يكفي أن يخف هذا القصف حتى ترى نحن كنا في منطقة صناعية في حلب الشيخ نجار الشيخ نجار عندما توتى وكانت الأمور مواتلة لنا بدأ أن نفكر تفكيرا جادا باستعادة هذه المنطقة الصناعية كان في أكثر من 20 مصنع كانوا يمارسون العمل في المنطقة الصناعية أتى بعدها الاحتلال الأسدي استعاد المنطقة مرة ثانية أقول إذا تيسرنا شيء من الأمن أكثر مما هو حاليا لسقط النظام ولذلك النظام يرهن على هذا ويخشى ويخاف أن نسترد الخدمات وأن نسترد النشاطات والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لأن هذا فيه يعني يزهابون دكتور جلال الحرب الحضارية حرب مستمرة والثورة مستمرة قد نخفق في مشروع لكن ليس ما ننهب من جديد إن شاء الله إن شاء الله دكتور سكرية سنتقل معك إلى موضوع الاعترافية الاعتراف بالشهادات التي ستصدر عن جامعة حلب في المناطق المحرب الكثير يتساءل من أبنائنا طيب ما هو مصيرنا بعد أن نكمل سنوات دراستنا الأربعة أو الستة أو الخمسة في كليات الطب أو الحقوق أو الهندسة أو العلوم بسم الله الرحمن الرحيم أخي بالنسبة لجامعة حلب سنسعى إلى التواصل مع كافة الدول التي لها علاقة نعم مع جامعة حلب للتواصل معها لتعترف بنا كجامعة حصلنا على موافقة من جامعة غازي عنتاب بتركيا وسنفعل التوأمة بين الجامعتين وكما حدث في الثانوية العامة الصادر عن الاتلاف في البداية رفضت وفي النهاية قبلت الآن طلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الاتلاف يدرسون في فرنسا يدرسون في ألمانيا بالاتحاد الأوروبي بالاتحاد الأوروبي بشكل عام أصبحت مقبولة أي جامعة تنشأ لا تلقى الاعتراف وهي في السنة الأولى دائما الاعتراف يأتي بعد تخريج الدفعة الأولى ونحن واثقون بأننا سنحصل على الاعتراف لأن شهادتنا ستكون موقعة من وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة وهناك وعود من الدول كما ذكرت تركيا ودول الاتحاد الأوروبي أنهم سيتعاملون معنا كأننا جامعة حلب الأم ويمكن إفاد طلابنا لإتمام دراساتهم العليا هناك فالاعتراف إن شاء الله قادم وسيستطيع طلابنا الدراسة دراسات عليا أو العمل بهذه الشهادة في أي مكان يعني الآن فهمت منك دكتور بأن مشروع إحداث جامعة أو إطلاق جامعة حلب في المناطق المحررة هو استكمال لمشروع الاعتراف بشهادة الثانوية العامة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في المناطق المحررة هذا أولا السؤال الذي يريد أن أطرحه عليك كيف يمكن الاستفادة من الاعتراف من قبل المنظمات الدولية الرائعة للشهادة الثقافية اليونسكو وغيرها ومن اعتراف الدول العالم كافة بجامعة حلب جامعة الدولة السورية جامعة حلب التي أشهدت عام 1958 وما زالت إلى الآن كيف يمكن الاستفادة من هذا الاعتراف بالاعتراف بالشهادة الصادرة عن جامعة حلب في المناطق المحررة خاصة أنكم تطبيقون نفس الآليات نفس اللائحة الداخلية لتنظيم الجامعة نفس الكوادر المنشقة عن نظام نفس المناهج مع تعديلات بسيطة تتوافق مع السورة تماما أخي أنت أجبت على السؤال نحن بالفعل المناهج التي ندرسها هي نفس المناهج الموجودة في جامعة حلب صورنا هذه الكتب ووزعناها على الطلاب الأساتذة هم أساتذة الجامعات السورية المنشقة ومعظمهم من جامعة حلب فنقوم بتدريس نفس المنهج وكما قلت سننشط العلاقات مع جميع الجامعات في العالم التي لها علاقات توأمة أو تعاون مشترك مع جامعة حلب فهذا سيعطي المصداقية المناهج وسوية الطلاب والسوية التعليمية هي التي ستعطي المصداقية لشهادات خارجينا أيضا حسب ما فهمت بأن التركيا خطط خطوة أولى في سبيل التمهيد الاعتراف بشهادة جامعة حلب في المناطق المحررة عندما أوكلت إلى وزارة التربية والتعليف في الحكومة المؤقتة موضوع معادلة معادلة شهادات الطلاب السوريين الذين ينتقلون من سوريا من الجامعات النظامية الموجودة الآن جامعة دمشق أو جامعة حلب أو جامعة البعث أو تشريل ينتقلون للدراسة في تركيا فمن يقوم بمعادلة هذه الوسائق وهذه الشهادات هي وزارة التربية والتعليم وبالتالي أصبحت وزارة التربية والتعليم هي الممر الإجباري في تركيا وبعض الدول الأخرى كفرنسا لأن يقوم الطالب السوري في الدراسة في جامعتها هذا أولا أيضا كيف تستفيدون عندهم من الكوادر التعليمية الجامعية الموجودة في جامعات العالم المختلفة والتي تقوم برفضكم الآن بخبراتها سواء بالمنهج أو حتى هم سيقومون حسب ما عليكم بتدريس في هذه الكليات في هذه الجامعة هناك بعض أعضاء هيئة التدريس الموجودة في جامعات مثلا بأمريكا عرضوا أن يأتوا للتدريس في كلية الطب البشر التي ستفتتح في الفصل الثاني وهناك بعض الأثاتذة الموجودين في تركيا سيأتوا إلى الداخل السوري لتدريس بعض المقررات التي لا يوجد لها أخصائيين دكاترة في نفس الاختصاص المهم نحن نتعامل مع الدول الصديقة الدول التي تدعم الثورة السورية ونحن على قناعة تامي بأن السوية العلمية لخرجينا لن تقل إن لم تكن تزيد عن خرجي الطلاب الموجودين الآن تحت وطئة الجامعات النظامية النظام سأختم بالقسم الأول بسؤال لدكتور جلال سمع لي قبل السؤالك بس أضيف إلى ما ذكره الدكتور زكريا فيما تعلق بالاعتراف أو بالمصداقية للشهادات فقط من باب ما يسمى الاعتراف بالفضل نعم أخي الكريم أنا كان لي الشرف أن أتولى الإشراف على الامتحانات الثانوية العامة لأول مرة تجري في بلدنا في مناطق المحرسة سنة 2013 نعم تركيا منذ البدايات شجعتنا على هذه الخطوة ونحن حرصا منا على اعتراف تركيا بشهادتنا التي منحناها للطلاب في 2013 طلبناهم يكون لهم ممثلين في المراحل المختلفة لإجراء عمليات الامتحانات كان بعض الأتراك يشاركوننا بعض المحطات الفضائية كانت تشاركنا في زيارة المواقع المختلفة كان الوالي في غاز عنتاب حاضرا في بعض مراكزنا الامتحانية بمعنى حرصنا منذ البداية أن تكون العملية عملية أكاديمية وعلمية بامتياز شفافة واضحة صارمة ودعونا إليها كل الناس وحتى بذكر الدكتور موزر ما خص سافيرنا في فرنسا حضر خصيصا لهذه المتابعة وهو الذي نقل انطباعاتي لفرنسا باعتبارها الدولة الثانية التي اعترفت بهذه الشهادة التي جرت في الحكومة الموقعة فمن هذا الباب فعلا نشكر إخوانا الأتراك أنهم اعترفوا مباشرة بالسنوية العامة في 2013 وستمر اعترافهم في السنوات التالية لهم كل الشكر منا في هذه النقطة النقطة المهمة أخي الثانية أن الأتراك حاليا إخوة الأتراك عمل ينحو باتجاه إيجابي جدا حيال التعليم العالي الفكرة التي ذكرت بأن أصبحت الوزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة معترف بها كواسطة لقبول شهادات وتوقيع على الوثائق المختلفة هذه أذكرها بشيء من التفصيل لأهميتها فضلت كان تطلب الجامعات التركية من الطلاب المنقطعين عن الدراسة والرهيبين في متابعة دراسات في تركيا تطلب منهم وسائق مصدقة من قبل جامعاتهم هذه جامعات حاليا استولي هذه النظام كان يرسل الطالب إلى الداخل السوري إلى السفارة سواء في أنقرة أو في اسطنبول للحصول على المصادقة لم يأتي أي جواب وبالتالي يأس الأتراك من حصول على التصديق على هذه الوثائق من خلال النظام فالتجوا إلينا وقالوا أخي لماذا لا تصدقون شهادات ووسائق طلابكم؟ ونرى ماشي الحال لكن أنا ما عندي وسائق تصديق ما عندي الوسائق الأساسية لتسجيلها وذائق الطلاب لجعنا إلى ما يسمى إلى حيلة بمعنى من خلال القرائن وأيضا أنه يشرف أن الرئيس اللجنة التي تصادق على الوسائق التي يقدمها الطلاب للدخول في الجامعات تركية فرجعنا إلى أسطوب الوسائق أو القرائن بمعنى إذا كان عنده بطاقة جامعية للسنة الثالثة أو الرابعة إذا عنده كشف علامات ولو كان مصدق بس يتأكد من صحته من خلال بعض الأساسية أو بعض الطلاب من خلال نسأل عن الطالب وأجرينا حوالي عشرات التصديقات لوسائق الطلاب ومكنتهم هذه التصديقات من أن ينتقلوا إلى استمرار الدراسة في الجامعات التركية وكان رائدنا لأن أخطأنا في 10-15-20% خير من أن نحر من 80% ممن نلتمس فيهم الصدق من خلال القرائن بالتالي التركية تتعاون نعنى إلى حد كبير وأنا أرى لك شعلي الثالث الآن الجامعة الغازي عن تاب باتبارة جامعة التوأم لجامعة حلب بدأت تطالبنا أو نحن بدأنا نطالبها بتفعيل هذه التوأمة وأنا منذ عدة أيام رئيس الجامعة جامعة الغازي عن تاب طالبني شخصيا لكي يتعرفها لي وسمع بأنه فينا جامعة في المناطق المحررة عمل تستعيد وجودها فمن بابه أن يتعرف على بعض عضاء اللجنة حتى يستطيع أن يبني على هذا التعرف إجراءات عملية في الفترة القادمة بالتالي فيما تعلق بالاعتمادية ماشيين فيها بطرق مثل أبو الجادة ومن جملة الطرق الجادة أيضا حتى أن يطمن طلابنا وهي من أهم الأسئلة التي يطرحه طلابنا أخي جامعة حلب من أقدم الجامعة السورية الثاني أكبر جامعة في سوريا ومن أقدم الجامعات العربية عمرها سبعين عاما نشأت في 1946 في كلية الهندسة في حلب وكانت تابعة لجامعة دمشق وما أخذت هيكليتها في جامعة حلب إلا 6958 ونحن الآن نفعل ما فعلناه في الماضي سيدي جامعة حلب في المناطق المحررة لكن تضم إليها كل الكليات الموجودة في المناطق سواء كانت في الريف في الحمص أو في دمشق أو في درعة تنتسب مؤقتا لجامعة حلب من مناطق المحررة ثم تعون إن شاء الله إلى جامعاتها الأم بالتالي هذا المنطق نسبتي إلينا جامعة حلب هي جامعة من أقدم الجامعات تمسكنا بكل الهيكليات من خطط درسية من برامج تعليمية من شرائط في قبول المدارسين فيها من طرق امتحانية من أنظمة داخلية من لوائح تنفيذية كله أخذناها ممن كان يتطبق جامعة حلب وهزبنا فيه بعض التهزيم لكي يكون صالحا للإستخدام في سياق الثورة وسوف نعتمده وبالتالي أي جهة تعتمد جامعة حلب كانت تعتمدها سابقة سوف تضطر لإعتمادها لاحقة لأنها تمسكت نسا واحد داخلية نفس الأنظمة المالية نفس طرائق الامتحانات طبعا نتما ذكر الدكتور نفس الأساسي المنشقين وبطلاب جدد اللي هو طلابنا في الفترة الأخيرة إذن بالتالي فيما تتعلق في الاعتمادية ليطمئن طلابنا الاعتمادية ستكون بداية بوزير التربية والتعليم ومن ثم بكوننا تمسكنا بما يسمى معايير جامعة حلب وسالثا بمحاولاتنا مع الجامعات بداية بتركيا وإن شاء الله للمناط للدول الثانية نرجع لسؤالك دكتور سأختم القسم الأول ولكن قبل أن أختم القسم الأول من هذا الحوار لابد أن أقول أن العالم لا يرانا ولن يرانا ما لم نكون أنفسنا كل المشاريع المدنية التي بدأت في السورة بدأت صغيرة بخطوة ارتجالية ثم أصبحت وجودا مفروضا ومن ذلك الحكومة المؤقتة لم تكن تحصل الاعتراف الآن تحصل الاعتراف مقبول الاعتراف 22 دولة أيضا تعترف فيه نحن يجب أن نغامر بأن نحدث جامعة حلب في المناطق المحرأة ونطلقها أفضل من أن نبقى على الهامش والعالم عندما يرانا كوننا هذه الجامعة وهذه الكليات وهذه المؤسسات وأصبح فيها عدد كبير من الطلاب سيضطر لأن يقبلنا وأن يعترف فينا رويدا رويدا أخي الكريم أنا سمح لي أن أعترض على الكلمتين التي ذكرتها في سياق حديثك أولا الارتجالية وثانيا المغامرة في جامعة حلب في المناطق المحررة لم يكن عمله ارتجاليا أبدا درسناه دراسة متأنية من ثلاث سنوات نحن نفكر والآن لجأنا للتنفيذ التفصيلي هذه ناحية ناحية الثانية المغامرة أنا معك أي عمل ثوري في موامر لكنها مغامرة محسوبة صدقني يا أخي الكريم نحن في اللجنة نشتغل 20 ساعة في اليوم نبحث في التواصيل الجزئية وندرس الاحتمالات المختلفة وبالتالي نغامر لكن مغامرة محسوبة نقدم لكن عارفانين قد يكون نتيجة مغامرتنا هدم وقصف وما شبه ذلك لكن كله محسوب ومون بس محسوب ندرس أساس الخيارات المختلفة ونختار أقل الخيارات ضررا بالتالي ليس على أقل تقدير في عملنا في جامعة حلب في السابق أنا معك كانت أنا شاركت في مؤسسات كثيرة في الثورة كان فيها الارتجال واضحا لأنه كنا في بداية الثورة الآن أصبحنا نفكر بطريقة أكاديمية شوية علمية دقيقة عملنا الآن ليس مرتجلا ومغامرتنا محسوبة طبعا أنت هي ذكرتها في سياق كلامك قد يكون من باب الاستطراد لكن بس من باب التوضيح أقول عملنا محسوب ومغامرتنا مبرمجة وإن شاء الله نوفق في عملنا وفي مساعنا إن شاء الله دكتور جلالدين خانجي دكتور زكريا ظلا أشكركم في نهاية هذا القسم الأول من الندوة عن إطلاق جامعة حلب في المناطق المحرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة